إذا سمحتم أتلو عليكم نص البيان الذي يصدره البرلمان المملكة المغربية على إتر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه بلادنا عقد البرلمان المغربي بمجلسيه يوم 23 يناير 2023 جلسة مشتركة تدخل خلالها رؤساء وممثل مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين غير المنتسبين وقد أصدر البرلمان المغربي في ختام هذه الجلسة نص البيان التالي يندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرضة التي تتعرض لها بلادنا والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلماني الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023 ويسجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة قرون أو عقود ويأسف البرلمان المغربي لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكاً عريقاً ودام صداقية يطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدول ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات وأمام هذا الانحراف الخطير من مؤسسة تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات والعمل على ترسيح سمو المبادئ وصون الحقوق والتشريعات في احترام تام لسيادة الدول الشريكة فإن برلمان المملكة المغربية بجميع مكوناته يؤكد ما يلي يدين البرلمان المغربي بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة كما يعتبر توصية البرلمان الأوروبي تجاوزاً غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته وتطاولاً مرفوضاً على سيادته وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية معرباً عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة يعرب البرلمان المغربي بكل مكوناته وأطيافه السياسية عن خيبة أمله إزاء الموقف السلبي والدور غير البناء الذي لعبته خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكاً تاريخياً للمغرب ويأسف لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقة لها بالصدق والإخلاص اللدين تقتضيهما روح الشراكة إن برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً حيث تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها وآلياتها المستقلة الفاعلة في مجال حقوق الأفراد والجماعات وكد التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذات الصلة ومضيها قدماً بكل إرادية في ترصيح وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون في إطار التعددية الحزبية والسياسية وحرية الرأي والتعبير يذكر البرلمان المغربي بحرصه على صيانة الحقوق والحريات وسبول ممارستها كاملةً وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية ويعيد التذكير باختصاصه في التشريع فيما يدين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011 وفي مقدمتها حماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها والإسهام في تطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيئ وإذ يدكر البرلمان المغربي بأنه يعد فاعلاً أساسياً في العديد من المنظمات البرلمانية والإقليمية والجهوية والدولية ويتمتع بصفة العضوية فيها يؤكد أنه لم يسبق لأي مؤسسة شريكة أن تجاوزت اختصاصاتها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية بل تلتزم باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة يشدد البرلمان المغربي على أنه كان دوماً فضاءاً للحوار والتواصل متعدد الأبعاد إذ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامة والموضوعات متعددة الأطراف دولياً وقارياً وإقليمياً تمحورت حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحة الإرهاب والدفاع عن السلم والديمقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة وإدماج الشباب في التنمية والمساواة بين الرجال والنساء وغيرها ويعتبر أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين هي اليوم موضوع سؤال ومساءلة على ضوء التوصية الأخيرة للبرلماني الأوروبي كما أصبحت تنصيق البرلماني في عدة محاور وقضايا يطرح إشكالية الثقة وهل لا يزال البرلمان الأوروبي شريكاً استراتيجياً للبرلمان المغربي يرفض البرلمان المغربي استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتاً بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير وإنما تتعلق بجرائم من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص تعاقب عليها قوانين مختلف دول العالم وفي هذا الصدد يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام حرمة واستقلالية القضاء المغربي الذي كان حريصاً دوماً على توفير شروط ومقومات المحاكمة العادلة لقد قود قرار البرلمان الأوروبي أسس الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والأوروبي ومس بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقود من العمل المشترك في وقت كنا نستشرف فيه جميعاً آفاق جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنصيق لما فيه المصلحة المشتركة لشعوبنا ويعتبر البرلمان المغربي أن توصية البرلمان الأوروبي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنصيق التي أنشئت تحديداً لتكون فضاءاً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل وبذلك تكون قد أفرغتها من محتواها وأفقدتها مغزاها وضربت عرض الحائط بمضامين وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف والجهود الدؤوبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي منذ إحداثها في أكتوبر 2010 والتي كرست بالملموس البعد البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ولعبت دوراً هاماً في تقوية ومأسسة العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوروبي يدعو البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانى في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب من جهة أخرى وتأسيساً على ما سبق قرر البرلمان المغربي بمجلسه ابتداء من اليوم إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر هذه الجلسة مدعماً بمداخلات جميع الفرق والمجموعات والنواب والنائبات والبرلمانيين غير المنتسبين تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمضمون هذا البلاغ والقرارات التي ستتخذ لاحقاً الرباط 23 يناير 2023 شكراً رفعتي الجلسة شكراً